حق الوالدين حق الوالدين ربنا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحسن لوالدك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ربنا قال فلا تقول لهما أف العلماء قالوا دي أصغر كلمة في اللغة العربية أف حرفين بس ما تقول لأبوك لا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لشان كده العلماء لخصوا بر الوالدين في ثلاثة كلمات الأول قالوا لين الخطاب لما تتكلم مع أبوك ما تتنرفز ما تتكلم بيدك كده مع أبوك وبيصبعك تتكلم مع أبوك ولا أمك لا لين الخطاب إبراهيم عليه السلام شوف خطابه مع أبوك مع إنه أبوه مشرك يا أبتي شوف النداء يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تاني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا تالت يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا رابعا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي أربع مرات يا أبتي يا أبتي نداء لطيف لطيف الكلام مع الوالدين كلام لطيف ده حقهم عليك حقهم ابن عمر رضي الله عنه وجد رجلا في الحج شايل أمه على ظهره وطايبها بالبيت شايلة شايلة وطايبها قال له يا ابن عمر أتراني أديتها حقها أنا أديت حقها شايلة في ظهره ابن عمر قال له ولا بطلقة من طلقات الوضوع ما أديت أي حاجة نحن الليلة مش تشيلة في ظهرك بقروشك في أحد بكون قروش ورقدا أمه حج ما بوديك ولا عمره مش حج عمره يا أخي أمه بتكون ما لاك يتاكل وتميد يدها للناس تسألهم وهو ميسور الحال في ناس زيديل هذا شقي في دنياه وفي أخره هذا شقي إن لم يتداركه الله برحمته سبحانه وتعالى حق الوالد دين الخطاب الكلام الليل والطاعة في المعروف أبوك ولا أمك عاوز منك حاجة في المعروف فاتقل لي لا أديو أعمل أخدمه بره النقطة التالتة في بر الوالد أن تنفق عليه عيب عليك يا أخ تكون أنت ميسور الحال وابوك ما لاقي أكل أمك تميد يدها للناس ألا تستحي ألا تخجل أمك تميد يدها للرجال وأنت ميسور الحال سبحان الله حق الوالد عظيم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان